تتواصل أزمة كاركوك بالاشتعال دون أن تفرمي لها مبادرات بغداد لحل حالة الخلافات وبينما تتصاعد الاتهامات بين القوى السياسية ذات الشأن بخرق الاتفاقات السياسية تبرز الدعوات لعقد جلسة مفتوحة لتجاوز مرحلة الفراغ الإداري الذي تعاني منه المحافظة انتهت المهلة الثانية لرئيس الوزراء المعطاتي لتحالف إدارة كاركوك للوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف واختيار شخصية المحافظة ورئيس مجلس المحافظة التوقيت توقف ولا بوادر للاتفاق وعبور مرحلة التعنت ولربما ستكون الثقة متأرجحة بين الناخب والمنتخب يقول مراقبون ولا يمكن لكتلة معينة أن تشكل إدارة لوحدها دون اللجوء إلى التحالف مع كتلة أخرى والتحالف مع الكتلة أخرى تتطلب هذه التحالفات تنازلات تقديم تنازلات على حساب مصالح بعض الأحساب الحقيقة لم نرى ولم نشاهد أن هناك استعداد لتقديم أي تنازل مما أدى إلى تعصر الأمر في تشكيل الإدارة في مدينة كاركوك مما أدى إلى فقدان الثقة بين الناخب الكاركوكلي والانتخابات والحكومة مع الأسف وبحسب أعضاء في مجلس محافظة كاركوك أن بعض الجهات تعمل على حل المجلس متكئة على مواد غير قانونية افتراضية مبينين أن أفضل الحلول هو الدخول بجلسة مفتوحة تتقارب من خلالها الرؤى للوصول إلى توافق لإنهاء أزمة المناصب الإدارية طبعا هناك جهات تعمل على حل المجلس باعتماد على مادة قانونية افتراضية غير موجودة بقولهم من هناك التسعين يوم بعد مصادق على النتائج الانتخابات إن لم تشكل المجلس سوف يحل من قبل رئيس الوزراء وهذا المقمادة قانونية غير موجودة لذا أنا أقول الحل الوحيد هو تشكيل المجلس قبل يوم أو انعقاد الجلس الأولى ويبقى مفتوحة لحين وصول إلى حل بين الكتل الفائزة لا يمكن لأي طرف الاستفراد بإدارة كاركوك فالجميع ينادي بالشراكة لكن عند تشخيص المنصب ترسم الخطوط الحمراء وتتقاطع الرؤى والمعالجة عقيمة النتائج أمام الهرم الإداري من كاركوك وانا داتي ميمي قناة الرابعة